موسيقى الرئيس السيسي يصل الى بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي مدبولي يستعرض مشروعات النقل ويؤكد ايمان القيادة السياسية باهمية هذا القطاع في تيسير حياة المواطنين وتهيئة بنية الاستثمار موسكو تسحب بعض قواتها قرب اوكرينيا والنيتو يقول ان اسباب التصعيد على حدود اوكرينيا ما زالت قائمة الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جنينتشن ناشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم قمة افريقية اوروبية جديدة تصطديفها العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة ورؤساء الحكومات في الاتحادين الافريقي والاوروبي قمة جديدة ودورة سادسة لهذا الملطقة تحرس مصر على المشاركة في فعليته انتلاقا من دور مصر الفعال والمؤسر تجاه قضايا وملفات القارة الافريقية وفي اطار حرصها على التواصل المستمر مع القادة الاوروبية اشتركوا في القناة عبدالفتاح السيسي الى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والتي ستعقد على مدار يومين ويومي 17 والثامن عشر من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الاوروبي اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان القمة تعقد هذا العام تحت عنوان افريقيا واوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030 والتي عقدت اولى دورتها في القاهرة في عام 2000 اشار المتحدث الرسمي بان السيد الرئيسي اعتزم التركيز خلال اعمال القمة الافريقية الاوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الافريقية خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي بالاضافة الى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 ودفع حركة الاستثمار الاجنبي وتمكنها من زيادة الاعتماد على مصادر التقة المتجددة كما سيستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر لاستضافة قمة الامم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر من العام الجاري والجهود المصرية لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة لتنفيذ وكادت دفع نحو اهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الافريقية خلال جائحة كورونا ومن المقرر ان يتضمن برنامج زيارة سيد الرئيس الى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع ملك بلجيكا ورئيس الوزراء كما سيعقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الامال البلجيكي اضافة الى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة تمثل القمة الافريقية الاوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين ازاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في اطار من الشراكة بين الجانبين تنطلق الدورة الجديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي يومي الخميس والجمعة القادمتين بمقر الاتحاد الاوروبي ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الافريقي والاوروبي دورة جديدة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسيل يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقر الاتحاد الاوروبي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزعماء الاتحادين الافريقي والاوروبي دورة سادسة من قمة المشاركة تعقد تحت عنوان افريقيا واوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030 ويعتزم الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة التركيز على مختلف الموضوعات التي تهم القارة الافريقية خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول الافريقية في سعيها للتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكنها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كما تستعرض القاهرة خلال القمة الافريقية الاوروبية استعداداتها لاستضافة قمة الامم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر المقبل خاصة وان الجهود المصرية في هذا الاطار تدفع لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ القمة سوف تتناول ايضا ملف مواجهة وباء كورونا واهمية الدفع نحو بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الافريقية خلال الجائحة مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة خاصة ما يتعلق بانتاج اللقاحات وتمثل القمة الافريقية الاوروبية مناسبة لزيادة مساحات التفاهم والتنسيق بين القارتين ازاء مختلف القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك في اطار من الشراكة والندية بين الجانبين وللمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي أستاذ جمال يعني أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة والكثير من الملفات والتحديات برأيك ما يمكن أن تخرب به هذه القمة المشتركة ما بين القارتين تحياتي لحضرتك ولكل سادة المشاهدين بالتأكيد نحن نتحدث عن شركاء تقليديين الشريك الأوروبي هو شريك تجاري رئيسي القارة الأفريقية نتحدث عن أرقام ضخمة وكبيرة ما بين أوروبا وأفريقيا نتصل إلى 235 مليار يورو حجم التبادل التجاري ما بين القارتين نتحدث عن أيضا 222 مليار يورو حجم الاستثمارات الأوروبية داخل القارة الأفريقية ويمكن ما يربط أيضا هذه الشراكة الاقتصادات كبيرة أيضا أن مصر أيضا الشريك التجاري والرئيسي الأول للاتحاد الأوروبي بحصيرة تجارية ضخمة جدا وبالتالي هناك أفاق كثيرة سواء على صعيد الاقتصادي على صعيد السياسي على صعيد الأمني ومواجهة التحديات الأمنية أو حتى على صعيد مجابهة المستجداد زي جائحة كورونا أو حتى التغيرات المناخية في ظل طبعا رئاسة مصر للمؤتمر الأممي للتغيرات المناخية كوب 27 وبالتالي هناك مشاركة مصرية بتؤكد دور مصر الرياضي والفعال تجاه قاراتها الأفريقية الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية المصرية سيد الرئيس عبدالفتاح السيتي وهو ذاهبا إلى بروكسي بيحمل معه هموم القارة الأفريقية دائما اعتدنا أن نتتمع إلى صوت أفريقي أمين ينقل الهموم والشوائج الأفريقية إلى المجتمع الدولي وبالتالي هناك الكثير من التحديات سواء التقليدية على صعيد كلمية التجارة بحث أطرق الاستثمار دعم البنية التحتية ولكن أيضا هناك مستجدات الأهمها طبعا توفير العدالة في توزيع اللقاحات في القرار الأفريقية توفير صناعة اللقاحات في القرار الأفريقية نقل البنية التكنولوجية لما يخدم أيضا المواجهة التبعات التغيرات المناخية وأعتقد أن ملف التغيرات المناخية سوف يكون له حيث كبير جدا في ظل رئاة مصر للدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لأدميرها نعم أستاذ جميل مصر حلقة الوصل وتأخذ على عتقها دائما قضايا القرار الأفريقية فيما يخص العديد من التحديات والملفات التي تحدثت عن بعض منها وأيضا بتربطها علاقات وطيدة واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تضرب بجزرها في التاريخ وتمتد بأبعادها المختلفة ولا رأسها الأبعاد الاقتصادية كيف تشكل مصر من خلال هذه المشاركة الفعالة حجر زاوية فيما يخص قضايا إفريقيا وقضايا أوروبا ومن ثم تقريب وجهة النظر يعني في الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية لأن مصر بالفعل استطاعت أن تكون هي الجسر الآمن للعلاقات المصرية أو العلاقات الأوروبية الأفريقية وده لعدة السبب بالسبب الأول لأن مصر طبعا أعادت علاقاتها الجيدة والتاريخية والأصيرة مع قراراتها الأفريقية كما ينبغي أن تكون وأصبحت مصر طاعد أفريقي مهم للغاية ومؤثر أفريقيا بشكل كبير جدا وعلى كافة الأفعادة وأيضا مصر استطاعت أن تحقق شراكات مع الجانب الأوروبي وتخلق علاقات أوروبية جديدة وغير نمطية بل العلاقات ابتدت حتى بشراكات مع دول خاصة المتشفية على البحر المتوسط غير تقليدية تطرقت إلى مجالات تعاون جديدة وبالتالي هناك مجالات كثيرة جدا أصبحت مصر شركة أيضا نقطة أخرى تؤهل مصر للعب هذا الدور وهو ما حققته مصر في الحقيقة من استقرار داخلي أصبحت هي النقطة المستقرة على المتوسط التي من الممكن أن تعبر من خلالها إثمارات المتحدة الأوروبي إلى قرار أفريقية أيضا البنية التحتية العظيمة التي أنشأتها الدولة المصرية في خلال ثمانية السنوات الماضية من خلال دعم مدنياتها المستية الموانئ الصرق الكباري حتى الربط البري ما بين مصر والقرار الأفريقية دخول مصر في مشروعات للربط البري مع القرار الأفريقية مثل طريق القاهرة في التاون أو طريق الملاحي الكبير جدا الاسكندرية فيكتوريا أو حتى الربط الكهربائي وغيرها من الأمور التي ربطت البنية التحتية المصرية التي تؤهلها للعب هذا الدور مع القرار الأفريقية أيضا مصر رعبت دور مهم جدا في تعزيز الشراكة الأفريقية الأفريقية سواء من خلال احتضام المؤتمر أو المعرض الأول للتجارة البيانية مع القرى الأفريقية أو حتى يعني فكرة أن تفلق مصر خلال الأساسية للتحضر أفريقي تفاقية التجارة الحرة وعلينا أيضا أن نتذكر نقطة مهمة جدا أن مصر الآن تذهب إلى بروكسل وهي رئيس لأهم تجمع اقتصادي في القرى الأفريقية وهو تجمع الكوميسة إذن أيضا مصر تحمل على عفاقها نقل هموم هذا التجمع السجاري الجلادي يضم عدد كبير جدا من الدول الأفريقية وبالتالي مصر أحلت نفسها للاعبة هذا الدول هذا الشق الاقتصادي تحديدا سيد رئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بالأمس في معرض البترول والطاقة عن كاليفية تنمية الموارد فيما يخص القرى الأفريقية والاستفادة بهذه الموارد الطبيعية دون المساسة بمصالح شعوب القرى الأفريقية يعني برأيك كيف تكون هذه الوجهة بالرؤية المصرية كيف نقرب وجهات النظر ما بين دول يعني مرت بعدد من السنوات التي استفادت بها بموارد القرى الأفريقية وجاءت دور الآن لكي تستفيد شعوب القرى من مواردها الطبيعية وتنميتها بالشكل الأمثل حديث المصري دوما من خلال السياسات المصرية عن القرى الأفريقية فكرة العدالة أو المكتب المسترد ما بين القرى الأفريقية والمستثمر الخارجي كان في أصابق دائما الجميع في الخارجية يعتمد على القرى الأفريقية كمان جاء بالموارد الطبيعية لكن حانا الوقت بالاستفادة من القدرات البشرية لدى القرى الأفريقية ونقل وتوصيل التكنولوجيا والصناعة والاستثمار الحقيقي في الجنة التحتية والأمور التي تحتاجها القرى الأفريقية بما يحقص المنفع المتبادلة يمكن مصر قبل أن تتحدث حتى للمجتمع الدولي عن هذه الرؤية طبقتها على أرض الواقع وجدنا وكالة الشراكة من أجل السنية التابعة للوزارة الخارجية المصرية تقوم بأدوار مهمة جدا في هذا الإقرار داخل القرى الأفريقية وجدنا مصر أيضا تدعم الاستقرار في القرى الأفريقية من خلال احتضانها وإنشاءها لمركز مجابهة الإرهاب الخاص بدول الساحل والصحراء أيضا مركز القاهرة للسلام وغيرين من الآليات التي اتكرتها وأنشأتها الدولة المصرية للعب هذا الدور أيضا هذا بجانب التنمية المباشرة والدخول في مشروعات عملاقة زي سات جوليس ميريري زي مشروعات في الطاقة الشمسية في أغندا زي مشروعات في جنوب السودان وغيرها من الدول الأفريقية وبالتالي مصر حتى قبل أن تتحدث إلى العالمية بالفعل طبقت ما تقوله وبالتالي مصر لديها تجربة سواء في الداخل المصري أو في المحيط الأقليمي بتنقلها الآن في المجتمع الدولي عليكم أن تنفذوا تطلعات الشعوب الأفريقية عليكم أن تساعدوا القرى الأفريقية في الاستقرار لكن أخيرا دانيا أتحدث معك عن ملفين في غاية الأهمية سواء فيما يخص مجابهة الفكرة المتطرف والإرهاب والهجرة غير المشروع وهذا ما يؤرق أيضا بطبع القرى الأوروبية أو فيما يخص قضايا المناخ والتي تؤرق القرى الأفريقية بدورها من الأثار السلبية التي تعود عليها كانت ملفات خطيرة للغاية ومهمة جدا والتحاد الأوروبي في الحقيقة يعني تمثله هاجز كبير جدا ومصر في الحقيقة لديها تجربة رائدة توقفي مجابهة الإرهاب وتحاول جائمة من خلال أدواتها المختلفة أن تنقل الخبرات إلى الأشقاء في القرى الأفريقية زي ما تحدثنا مركز تجريب والخاص بي المجابهة الإرهاب في السحر والسحراء أيضا تعاون الأمني مع مختلف الدول الأفريقية وبالتالي أيضا في مجال الهجرة الغير مشروعة نتحدث أن مصر لم يخرج منها سواحلها أي من القوارب الخاصة بالهجرة الغير مشروعة منذ عام 2016 حتى الآن وبالتالي تجربة رائدة المجتمع الأوروبي نفسه بيشيد بيها وبالتالي هناك تجربة أفريقية هنا من الممكن نقلها للأشقاء الأفريقية الآخرين أيضا فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أعتقد أن هذا الملاك مهم جدا لأن حتى السيد الرئيس تحدث بالأمس عن فكرة أن يكون هناك عدالة لا يجب أن تتحمل لدول الأفريقية لكن لنتحزور التنمية بعد تبعات الثورة الصناعية التي حققتها الدول الكبرى وعلى الدول الكبرى أن تساعد الدول النامية خاصة في القرر الأفريقية كيف هذه مساعدة من خلال نقل التكنولوجية مساعدة في مجالة الرقمنة والشمول المالي المساعدة في توطين هذه التكنولوجيا المساعدة في التنمية المستدامة وأهداف أجندة أفريقيا عشرين تلاتة وستين وبالتالي ملفات تلاتة مهمة جدا. الدولة المصرية لديها رؤية حقيقية في إنقاذ القرى الأفريقية وإضاح مليات النظر الأفريقية في هذه الملفات. وبالتالي هي تلات ملفات بجفرد نفسها على القمة الأوروبية الأفريقية هذا العام أيضا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزير الخارجية سامح شكري بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفير فرهيل ببروكسل. وذكرت وزارة الخارجية في بيان رسمي أنه تم تناول سبل تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والتعاون في مجال مكفحة التغير المناخي ودعم التحول الأخضر في مصر. في إطار زيارتي رسمية إلى مملكة البحرين حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له. جانبا من الجلسة العامة للمجلس. وقد ألقت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله كلمة خلال الجلسة العامة. رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري معربة عن بلغ اعتزازها وتقديرها لتلك الزيارة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية والسنائية الوطيضة. وتفعيلا لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة. وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما أشهدت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهد العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية. والذي تعكسه زيارة البرلمانية المتبدلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات النقل تحظى باهتمام كبير وبالغ الأهمية وبتباعة دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ محاور النيل وتطوير السكك الحديدية. بما فيها مشروعات القطار السريع والمونريل. وخلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل شدد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي في ضوء إيمان القيادة السياسية بأهمية تلك المشروعات في تيسير حياة المواطنين. وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للاستثمار. هذا وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية وسير العمل في إقامة محطة حاويات تحيا مصر واحد بميناء دومياط. أهلا بحضراتكم من جديد. أكد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تقديره للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولما يقوم به لخدمة الأمتين العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال استقبال الطيب لشيخ عبدالطيف بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي لبحث التعاون المشترك بين الطرفين تناول لقاء الحديثة على الحقوق المرأة في الإسلام حيث شدد الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمساندة لبناء أسرة صالحة وقدرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها من جانبه عرب الشيخ عبدالطيف بن عبدالعزيز عن تقديره للإمام الأكبر وكل علماء الأزهر الشريف وعمق العلاقات بين الأزهر والمملكة والتنصيق الدائم والمستمر بين الجانبين أكد رئيس البرلمان العربية عادل بن عبدالرحمن العسومي أن التزام الدول العربية بأحكام المساق العربية لحقوق الإنسان يمثل أبلغ رد عملي على الادعاءة المضللة التي تصدر عن بعض المنظمات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية والتي لا تستند إلى حقائق أو دلائل موضوعية لسيما أن بعضها يصدر عن منظمات غير معنية بهذا الشأن جاء ذلك في كلمة العسومي خلال الجلسة الافتتاحية لأمال دوراء التسعة عشر لللجنة العربية لحقوق الإنسان التباة لجامعة الدول العربية ولجنة المساق وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من العراق أصيب ضابط وثلاث جنود في العراق إثر انفجار عبوة الناسفة استهدافت إحدى دوريات الأمنية ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر نقلت أن العبوة الناسفة انفجرت في دورية عسكرية في منطقة الخلوية تابعة لمحافظة ديالة كان مصدر أمني عراقي قد أعلن سابقا عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية جراء انفجار العبوة الناسفة بالقرب من المحافظة ذاتها بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله سعدي من معبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ الخطوات الأممية لإنهاء الأزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية والدفع قدما بمسار السلام وجدد سعدي خلال لقاء التأكيد على دعم الحكومة اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية وموصلة انخراتها الإيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتسهيل مهام المبعوث الخاص إلى الأزمة الأوكرانية حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسية الناتو يانس ستولنتبرغ أن أسباب التصعيد على حدود أوكرينيا ما زالت قائمة وأضاف في مؤتمر صحفي أنهم عرضوا على موسكو عقد اجتماع لتناول الملفات الحساسة والعالقة بين الطرفين ولكن نحن نراقب الوضع ونعتقد أن يوجد أرضية لبعض التفاؤل وذلك بناء على بعض الإشارات التي أتت من موسكو ألا وهي بأنها مستعدة للاستمرار بالمساعي الدبلوماسي ونحن مستعدون للمدقودماً بهذا المسار أيضاً لا يزال الوقت مبكراً لتعلق على الموضوع ولكن بما أننا نؤمن بضرورة التوصل إلى حل سياسي سننظر فيما إذا يوجد احتمال خلق أرضية عمل وإطار عمل للحوار مع روسيا أنا أرحب بأي من الحوارات نحن بحاجة إلى مجلس بين النيتو وروسيا نحن بحاجة إلى نموذج مشابه لاتفاقيات نورماندي للتعامل مع روسيا كما أشجع ما سيقوم به قادة الدول العدو في النيتو والذين سلتقون بالرقيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال وزير الخارجية الروسية سيرجايا لفروف إن الحوار مع واشنطن والنيتو ضروري وخلال المؤتمر الصحفي المشارك مع نظيره البولندي أكد لفروف موصلة مباحثات الضمانات الأمنية طويلة الأمد والمتعلقة بالأزمة الأوكرانية مضيفا أن موسكو تقترح على منظمة التعاون والأمن في أوروبا إجراء مباحثات لخفض التصعيد ضمنه الرد الذي قدمه الناتو لنا فهنا السعي الكبير والتغيير الكبير الذي حل على مواقف الناتو قد ظهر بأنهم لا يمكنهم الاعتراف بالأمور الواضحة وهم لا يرغبون بالحوار الجاد وأذكر بأن مبادرة روسيا الاتحادية كانت ولا داعي أن نذهب بالتاريخ إلى عام 2014 فإذا أخذنا عام 2019 عندما اقترح رئيس بوتين إلى جميع الزعماء دول أوروبية بشأن اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ذات الارتكاز أو المرتكزة على الأرض بأنه لن تقوم روسيا بنشر هذه الصواريخ في تلك الأماكن والمناطق التي لم تنشر رئيس المتحدة صواريخها المماثلة في هذه المنطقة نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولة إن بعض قوتها العسكرية في المناطق القريبة من أوكرينيا عادت إلى قواعدها من جديد بعد استكبال تدريبات عسكرية في غضون ذلك يدشن وزراء دفاع الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع خطة قد تفضي إلى نشر أربع مجبوعات قتالية متعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا ردا على الحج العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية بعيدا عن الرسائل السياسية المتبادلة والتصريحات الساخنة بين قادة روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية يبدو أن المواجهة بين مختلف الأطراف بدأت تتخذ أبعادا جديدة على الأرض وفي هذا الصدد جاء الأعلان عن عزم حلف الأطلسي نشر أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في جنوب شرق أوروبا بموجب خطة يدشنها هذا الأسبوع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وزراء الناتو سوف يبحثون في اجتماعهم غدا وبعد غد اتخذ قرار بنشر مجموعات قتالية يبلغ قوام الواحدة منها نحو ألف جندي في بلغاريا ورومانيا وربما في سلوفاكيا والمغر خطوة تأتي في ظل تحذيرات غربية من الولايات المتحدة وبريطانيا خصوصا من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا وتتعارض خطوة نشر القوات في هذه المنطقة مع مطالب روسيا الأمنية وتحشد روسيا أكثر من مائة ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا وتنفي الاتهامات الغربية بأنها تخطط للهجوم لكنها تقول إنها قد تتخذ إجراءات عسكرية ما لم يتم تلبية مجموعة من المطالب بما في ذلك منع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسية ونشرت روسيا نهاية عام 2021 مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الأطلسية حول الضمانات الأمنية وتطالب موسكو شركاءها الغربيين بضمانات قانونية لوقف توسع الحلف شرقا وإنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتضمنت المقترحات باندا خاصا بعدم نشر أسلحة النيتو الهجومية قرب حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997 وأرسلت الولايات المتحدة وحلف النيتو نهاية يناير الماضي إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية لكنها على ما يبدو لم تلب المطالب الروسية الأساسية قال رئيس روسيا فلاديمير فوتين في أول لقاء له مع المستشار الألماني أولاف شوليتس بأن ألمانيا أحد شركاء روسيا رئيسيين وأضف فوتين خلال لقائه المستشار الألماني بأن المباحثات بين الجانبين سوف تتطرق إلى الوضع في أوروبا من حيث الأمن والوضع المتعلق بالأحداث حول أوكرانيا من جانبه أضاف المستشار الألماني بأن الحوار خيار مهم عدم يتعلق الأمر بالأوضاع الأمنية المعقدة صوت مجلس الدومة الروسي لصالح مشروع قرار يوجه فيما بعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لونجاسك ودونتستك وكان نواب مجلس الدومة قد طالبوا في مسودة باستئناف الرئيس الروسي نظر في الاعتراف بجمهورتي لونجاسك ودونتستك كدولتين مستقلتين وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين في أقرب وقت ممكن لإنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة كانت دونتستك ودونجاسك الشعبية قد أعلنت في الثاني عشر من مايو من عام 2014 استقلالهما بعد إجراء استفتاء عام لصالح الانفصال عن كييف أعلنت أوكرانيا أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع الحلفاء الغربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة إن كييف تمكنت والحلفاء من الحول دون قيم روسيا بمزيد من التصعيد مشيرا إلى أن بلاده ترى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزي تراس قالت إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تهاجم روسيا أوكرينيا وقد يكون ذلك وشيكا كما أكدت الوزيرة وزيرة الخارجية البريطانية أن حكومة بلادها حالة تأهب قصوى لأي عمليات سرية في الأيام القادمة مضيفة أنه إذا دخلت القوات الروسية لأوكرينيا فسوف تتمكن من الوصول إلى العاصمة كييف بشكل سريع طلبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من موسكو سحب قوتها من حدود أوكرانيا معتبرة أن الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة وقبل توجهها إلى مدريد للقاء نظيرها الإسباني خسيم عنويل أضفت وزيرة الخارجية الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي وحل في شمال الأطلسي متحدان خلف أوكرانيا لكنها قالت أنه يجب استنفاذ كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي حتى وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في بيلاروسيا على مغادرة البلاد على الفور عبر وسائل نقل تجارية أو خاصة يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأمريكيون من احتمال وقوع هجوم روسي محتمل على أوكرينيا المجاورة في الأيام القادمة وهو الأمر الذي دفع وزارة الخارجية إلى إغلاق مقر سفارتها في العاصمة كييف ونقلها إلى مدينة الفيف غربي البلاد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عالميا إلى 413 مليون و480 ألف حالة كما بلغت حصيلة الوفيات في حسب جامعة جونز هوبكنز 5 ملايين و826 ألف حالة وأشارت الجامعة إلى تصدر الولايات المتحدة القائمة بأكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم ب78 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 42 مليون و600 ألف إصابة لتحتل بذلك المرتبة الثانية ثم البرازيل بأكثر من 27 مليون و500 ألف حالة استبعدت السلطات في هونج كونج فرض تدابير إغلاق صارمة في مواجهة فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه المدينة أسوأ موجة إصابات بالفيروس حتى الآن وقالت المسؤولة التنفيذية كاري العمى بأنه من الضروري موصلة خوض معركة مكافحة الوباء مشيرة إلى أن الاستسلام للفيروس ليس بالخيار الأمثل توقفت ألف الممرضات في سيدني أكبر مدن استراليا عن العمل احتجاجا على النقص في أعداد العاملين الصحيين والضغوط المرتبطة بفيروس كورونا رفعت الممرضات لفتات كتب عليها عبارة شكرا لا تدفع الإيجار ووجهنا انتقادتهن للقادة السياسيين الذين تجاهلوا محنتهن على حد قولهم يذكر أنه منذ عامين تعمل القوائم الطبية الأسترالية في ظل قواعد كورونا الصارمة مع محاولة إنجاز المهام اليومية التي تشمل إطلاق برنامج تطعيم غير مصبوك ضد الفيروس هذا وتم تسجيل نحو مليونين وخمسمائة ألف إصابة في استراليا بين السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة يواصل مجموعة من المديرين التنفيذين بهيئة الدواء المصرية برنامجهم التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب هذا ويحتوي البرنامج على عدة محاور تدريبية منها محور المهارات الشخصية ومحور التخطيط الاستراتيجي ومحور إدارة المشروعات ومحور إدارة الأزمات ومحور التحدث للجمهور بالإضافة إلى العديد من المحاور وثيقة الصلة بنطاق عملهم أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يصلط الضوء على شهادات السقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري بفضل صلابته أمام أزمة كورونا وركز التقرير على توقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار نمو الذي كانت عليه قبل الجائحة لافتا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% في العام المالي 2020-2021 إلى 5.5% للعامين الماليين الجاري والقادم كما تناول تقرير توقع وكالة مودز تحسن تصنيف مصر الاقتماني بفضل استمرار ضفط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين وركز التقرير على تأكيد الإيقاني مصر بأن مصر لم تعلن عن انكماش اقتصادي قلال جائحة كورونا في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعها الأسبوعي لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي للجائحة وأكدت الوزارة استمرار تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على الأساليب الصحيحة في التعامل مع مختلف درجات الإصابة بفيروس كورونا وفق أحدث بروتوكولات العلاق فضلا عن تدريب الأطباء المعنين بعلاج حالة مرضى العزل المنزلي على الأساليب الصحيحة للتعامل وعلاج المرضى وقد شددت الوزارة في هذا الصدد على أن المواطنين الذين تلقوا الرسالة النصية الخاصة بموعد الجرعة التنشيطية يمكنهم تلقي اللقاح خلال شهرين من استقبالهم للرسالة أشهد وزير الاتصالات الدكتور عمري طلعت بالقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وإيطاليا معربان عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا في مجال التحول الرقمي جاء ذلك خلال اللقاء وزير الاتصالات مع سفيري إيطاليا بالقاهرة ميكيلي كواروني حيث تنول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقش اللقاء كذلك عددا من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ومن أهمها التعاون في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال حيث أبدأ سفير الإيطالي بالقاهرة استعداد بلاده لتوفير برامج تدريبية للشباب المصري في هذا المجال وكذلك فتح الأفاق الخاصة بالتعاون بين حضانات الأعمال في كل من البلدين أكد وزير الزراعة السيد القصير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي المستبرة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم لبحث أفاق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي والمزارع المشتركة والتنمية الريفية والميكانة والتحول الرقمي واستغلال الموارد الطبيعية بما يحقق مصلحة البلدين كما بحث الوزيران التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والقوافل البيترية وإنتاج الأمصال واللقاحات أعلنت وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم أطلاق صفحتين متخصصتين لرواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ولينكد إن من أن على تكلفات رئيس الوزراء بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر والأصدار الرابع من خريطة الاستثمار المصرية وأكدت نبيلا مكرم بأن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في إفريقيا والتعاون والتكامل مع دول الإفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا وهو ما تم تأكيده خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أعلنت وزارة التنمية المحلية رفع 43.7 مليون طن قمامة ومخلفات من المحافظات بمتوسط 81.3 ألف طن يوميا خلال الفترة من الثامن عشر من مارس من 2020 وحتى سادس من فبراير الجاري يأتي هذا تنفيذ لتوجيهات القادة السياسية بمواصلة الجهود في مجال البيئة لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة اقتربت محافظة سهاج من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي والاستثمار ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات بالمدن الكبرى وأشرت مديرة وحدة تطوير العشوائية بالمحافظة صباح عثمان إلى أن نسبة التنفيذ تعدد 60% من الأعمال ضمن المرحلة الأولى العاجلة بالمحافظة المشروع يمتاز بأنه عبارة عن وحدات سكنية وبنين على مساحة بنائية 25% من مساحة الأرض فده بيخلي المشروع يتميز أن فيه مساحات خضرة وباركنج ولندس كيب بمساحة كبيرة وده أول مشروع يتعمل بالنسبة البنائية دي نسبة التنفيذ بتاعتنا في محافظة سهاجة الحمد لله نسبة عالية جدا وصلنا لـ 60% وإحنا المحافظة رقم واحد لنسبة التنفيذ بتاعتنا عالية وما عندناش أي مشاكل من أي نوع في المشروع الحمد لله أعلنت مديرية الصحة بالدقاهلية إطلاق كافلة طبية بقرية كومباني مراس مركز مدينة المنصورة بالدقاهلية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية الدكتور سعد مكي قال إن القوافل تشمل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان ضمن مبادرة السيد الرئيس الجمهورية حياة كريمة يتم تنفيذ القوافل العلاجية المجانية في جميع أنحاء المحافظة بنركز طبعا على المناطق النائية والمحرومة والخدمات وتوفير الخدمات الصحية للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية القوافل العلاجية عبارة عن قوافلها تشمل جميع التخصصات البطنة والأطفال والعزام والجراحة والنسا والأسنان في معانا سيدالية فيها جميع أنواع الأدوية توصل مدرية الطب البيطرية بقناة تنفيذ الحملة القومية لتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأنغام بجميع قرى ومراكز المحافظة والتي انطلقت في منتصف الشهر الماضي قال مدير عام الطب البيطرية بالمحافظة بأنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن تحصين نحو 51401 رأس ماشية وأغناب من إجمالي عدد الحيوانات بواقع 68% من المستهدف تقوم مدير الطب البيطرية بقناة بتنفيذ الحملة الأولى في هذا العام لمكافحة مرض الجلد العقدي وهذا المرض من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار وهو يسبب خسارة اقتصادية كبيرة جدا ولذلك تاهمي الدولة الاهتمام الكبير بتحصين حيوانات المحافظة بالكامل وذلك لإيقاف حدة هذا المرض وعدم انتشاره والحمد لله رب العالمين نحن السنة الثالثة على التواري لم تظر عندنا بقرة مرضية لهذا المرض وحتى الآن بدأت الحملة في 22-21-2022 وهذا اليوم يعتبر بداية الأسبوع الرابع للحملة وقد حققنا ما يقرب حوالي من تطعيم 50 ألف حيوان من رؤوس الأبقار والماشية والأغنام افتتح محافظ بورسعيد عادل الغضان بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية المقامة على ملاعب المدينة الرياضية وتستمر البطولة ثلاثة أيام بمشاركة 500 طالب من 24 مدرسة يمثلون 24 مدرسة رياضية من 15 محافظة بدأت البطولة بحفل فنين أقيمة بالصلاة المغطاة بالمدينة الرياضية احنا مهتمين جدا النهاردة عندنا مدارسنا بتشارك من جميع الجمهورية في البطولة التنافسية حياة كريمة وتنمية المشروعات الصغيرة رياضة ورياضة وده شعر البطولة لأن احنا بيهمنا جنب العقل السليم زي ما بدون العقل السليم في الجسم السليم فبيهمنا أن احنا أولادنا يظهروا قدراتهم من خلال أن احنا نعلمهم بعض المشروعات الصغيرة اللي هم يقدروا بيها يبدأوا بيها أي مشروع صغير يظهر بيها قدراته وإمكانياته التنافس والمسابقات ما بين الطلبة في خمس ألعاب وبتشمل طبعا 15 محافظة محافظات جمهورية على مستوى المدارس الرياضية وإن شاء الله بإذن الله يكون التنافس ده زي ما قلنا دايما ترصيخ التنافس الشريف وإذ جاء روح التنافس والبعد طبعا عن العصبية والتعصب أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حي كريمة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن مع مراعاة أقصى معيير الجودة جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع فيه متابع للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حي كريمة استعرض الاجتماع تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حي كريمة والتي يصل إجمالي ما تم فيها أكثر من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت وإسناد الأعمال وكذا تخصيص الأراضي واستكمال أعمال التصميمات والمقاييس والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلات الأولى من المبادرة سعيا للالتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة عقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركاندو وذلك على هامش في عاليات مؤتمر إيجيبس 2022 وتناولت المباحثات استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية وما تشهد من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة كما عقد وزير البترول جلسة مباحثات مشتركة مع فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وأوضح وزير البترول بأن وكالة الطاقة الدولية لها باع طويل في مجالات البحث وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة واستخدماتها كما لها إصدارات هامة معنية بقضايا الطاقة العالمية وما تشهد من تطورات سواء الوقود الأحفوري أو الطاقة الجديدة والمتجددة من جانبه أكد رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أنه حريص على المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجبس 2022 والذي يعد من الفعليات الهمة على الصعيد العالمي والإقليمية التقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق البلة بنظير الأردنية صالح الخرابشة وقد بحث الجانبان التعاون المشارك بين البلدين في مجال الطاقة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال فضلا عن تعزيز الاستثمارات المشاركة في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة عندنا موضوع مهم وهو توصيل غاز الطبيعي إن شاء الله للبنان وبالتالي إحنا كدول شقيقة والأردن الخط العربي بيمر للوصول إلى لبنان الشقيق من خلال سوريا ومن هنا بيبدأ دائما التعاون والتنصيق مستمر حتى ننتهي من استكمال هذه المراحل ونوصل الغاز في أسرع فرصة زي ما إن شاء الله هو منتصر بإذن الله العلاقة بين الأردن ومصر في مجال الطاقة هي علاقة متميزة سواء كانت في مجال الكهرباء أو في مجال الغاز الطبيعي نعرف أن هناك ترتيب واتفاقية بين الأردن ومصر لتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي وبنتابع هذا الموضوع ونشكر دائما أشقائنا بمصر على هذا التعاون اليوم كان أيضا استغلينا فرصة وجودنا بمصر وحكينا مع معالي الأخ طارق على موضوع البنية التحتية الموجودة للغاز الطبيعي سواء للجانب الأردني أو على الجانب المصري وكيف أننا يكون هناك ترتيب لعلاقة استراتيجية لاستغلال البنية التحتية هذا الاستغلال الأمثل كما شهد وزير البترول طارق الملة توقيع عدد من مذاكرات التفاهم والاتفاقات خلال فعليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 تضم اتفاقية خاصة بالخدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبيكير هيوز لتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشنايدر إلكتريك إيجيبت للتعاون لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول كما تضم مذاكرات تفاهم بين شركتي المصرية القابدة للبترول كيمويات وخشب إيطاليانا لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العالمين للبترول كيمويات في مصر تتواصل فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 لليوم الثاني على التوالي المزيد من التفاصيل انضموا لينا عبر الهاتف مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد في البداية للعام الخامس وفي النسخ الخامسة على التوالي افتتح بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر 2022 أطلعنا على أهم فعليات المؤتمر اليوم ومذكرة التفاهم التي تم إبرمها مع وزراء البترول ونظرائه ونظيره المصري نعم مصطفى بالفعل لك وليهبة تتواصل اليوم الثاني بالفعل فعليات معرض إيجيبس 2022 بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية والعربية والدولية تحدثت مع عدد من هذه الشركات منها الشركات المصرية المحلية والشركات أيضا العربية وهناك شركات إماراتية مشاركة في فعليات هذا المعرض وهذا المؤتمر وتحدث عن الفرص الاستثمارية الكبيرة الذي يوفرها هذا المعرض الهام والمهم الذي هو يعتبر من أهم وأكبر المعارض والمؤتمرات في صناعة الطاقة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط نحن لا يتحدث عن هذه النسخة الخامسة بمشاركة دولية كبيرة حيث يشارك فيها 22 وفدا عربيا ودوليا بالإضافة إلى 450 عارضا يقومون بعرض مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الطاقة كانت هناك أيضا مجموعة من اللقاءات التي عقدها وزير البترول المهندس طارق المل معدد من الشركات العالمية والدولية وكان هناك أيضا إبرام لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة البترول وهذه الشركات الدولية وكذلك كما ذكرت هيبا كان هناك أيضا لقاء مهم جدا للغاية اليوم ما بين وزير البترول المهندس صارق المولى ووزير الطاقة الأردني صالح الخربشة وتم أيضا تعزيز أو الاتفاق على عدد من الاتفاقيات وبحث مسائل المشتركة التي تهم البلدين في مجال الطاقة في الزل الطلب المتنامي على الطاقة في شمال أفريقيا والبحر المتوسط نحن نتحدث أيضا في اليوم الثاني الذي بدأ بعدد من أو توقيع من الاتفاقيات كان عدد هذه الاتفاقيات وصل إلى 12 اتفاقية كانت عديدة ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقيات حول التحول الرقمي كما ذكرت هيبا مصطفى وكذلك اتفاقية أخرى عن مراقبة انبعاثات الاحتراق وفي مجال تنمية المواني واتفاقية رقصة البولي إثيلين والخدمات الاستشارية كانت هناك أيضا مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول الخدمات الاستشارية في الشركات أو بالنسبة للشركات التي تقدم الخدمات البترولية كذلك كان هناك أيضا مذكرات تفاهم حول مشروع مجمع العالمين للبترو كيمويات في مصر بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى خاصة بإزالة الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر هذه الفعاليات تتواصل اليوم وذلك أو أيضا تتواصل غدا اليوم الثالث والأخير على مدار ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة عليكم زملائي في الاستوديو شكرا لك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني شكرا جزيلا لك أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد خلال كلمتها في حفل جوائز إيجيبس 2022 على توجه الدولة نحو مصادر الطاقة نظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الوقود من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة إلى توصع في إنتاج الطاقة الحيوية البيو جاز من المخلفات الزراعية والحيوانية أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات وزاد رأس المال السوقي لأس مشاركات المقادة بالسوق بنحو 6 مليارات و300 مليون جنيه مدعوما بمشاريات المستثمرين الأجانب والعرب ليسجل في الختام نحو 728.9 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد اتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 1.4% ليغلق عند مستوى 11.563 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 1.18% ليغلق عند مستوى 1.936 نقطة وقفز مؤشر EGX100 بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 294 نقطة ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما دفعت المخوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية وزاد المؤشر استوكس الأوروبي بنسبة 1.6% بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وكان مؤشر قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات هما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين من بين أكبر الربحين في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9% في أسواق المال الأسيوية أنهى مؤشر نايكي اليابانية التعاملات عند أدنى مستوى في هذا الشهر متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بينما يضع المستثمرون في حسبانهم تداعيات هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وترجع المؤشر بنسبة 79% وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 28 من يناير الماضي خثر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 83% انتهت هذه المشاهدين الكرام هذه النشرة من التلفزيون المصري لم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوي رئيس أسيسي يصل إلى بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي مدبولي يستعرض مشروعات النقل ويؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا القطاع في تسيير حياة المواطنين وتهيئة بنية الاستثمار موسكو تسحب بعض قواتها قرب أوكرانيا والنيتو يقول إن أسباب التصعيد على حدود أوكرانيا ما زالت قائمة انتهت نشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء